السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة كنتمنى تكونوا بخير والاخير يارب كنتمنى الفيديو يلقاكم فاتم السحوال جمعة مباركة على الجميع ارجعت لكم يوم فيديو جديد بطبق مغربي مشهور يعني معروف باللدة دياله وهو الهرقماء او الكرين بالحمص بطريقتي مع جميع الاسرار والنصائح باش نشحوا معاكم كنتمنى الحصاناتنا الاعجاب ديالكم وكنشكركم بزفزف المتابعة كما تشوفوا معاك نحتاجوا الكيمياء الكرين انا هنا عندي ثلاثة كيلو اللي نحضر معكم نبدأ بالنصائح الاولية اول حاجة فش كتشيب الكرين مزيان بالمطيب بالاخص واحد الجوش غنوريهم لكم لانك يكون فيهم الحراق بزاف باش تفادوا هذه الرائحة التي تكون تشواطف طياب او الحراق وكتولي المرقماء هاد الجوش هادو 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 جفتوا هادك غشت fisikipThen واخر المكروح وكانت تشاهدة تمامه الثر الله وتتريعتهم هادو 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 في هنا غير الاحمر كما كتلاحظو مغاديش نشلدو وغادي نحتاجو كدالك في بنسبة للتوابل اشنو عندي هنا يا بنيسبة للتوابل عندي واحد نسكاس مخلط ما بين زيت المائدة وزيت الزيتون لانه هما كيتلقو دك لدم ديالهم يعني متحتاجوش تكتر لهم الزيت بزاف وغادي نحتاجتو ما واحد الكركوبة كاملة ما يعدل واحد تمنيد الفصوص ديالتهم ما غاديش أنا نحكم غادي نخليهم هكا مجموعين لانه هما را كيتلقو كيدوبو يعني مع الكرعين كياخد وقت شوية في الطيب وغادي نحتاج واحد معلقة كبيرة ديال خرقوم معلقة كبيرة ديال سكينجبير معلقة كبيرة ديال فلفل الاحمر الحلوط حميرة ومعلقة صغيرة بزاف حيث عندي انا بزار هنحار ديال فلفل اسود بالنسبة للكرعين واحد نصيحة غا نقولها لكم في شبوت شريو كرعين شريو ديالعجل ماشي ديال البقرة لان ديالعجل كيطيبو بسرعة سوف ندرسوا دابل طريقة تحضير لمكين مسهل منها انا غا نحضرهم في التنجرة ديال الضغط وغا نزيدكم ناسا اخرى باش ما يلسقوش لكم و باش ما يتقدقوش كدلك و باش يبقوا شادين في العدم ديالهم اول نصيحة ما تحطوهمش على الجنب ديالهم يعني ضروري تحطوهم على العدم هاكا العدم لي كيكون صحيح باش ما يلسقوش ليكم لاني لا حطيتوهم على ديك الجلدة ركتلسقوك التحرق حطوهم هاكا على العدم وغا نزيدكم فكرة اخرى ان الكوريين ما كيبغيش في الطيب ديالو التحرق كيما ستفتوهم كيما غا يبقاو انا غا نحاول قاعد الكيمية اللي عندي نستفى على بعدها حيث كما كتشفو عندي شوية كيمية كتيرة ثم ايلا عندكم ايلا ما كفتكم شا كتنجرة كتقسموهم او اللات ديرو غير قدر اللي انتو ما بغيين طبعا غا نستفى الكوريين ديالي كما كتلاحظو وما زال غا نزيدكم عدة نصائح لنجاح هذا الكوريين هادا واسرار اخرى خليكم معيا ودهبا بعد ما نستفى الكوريين ديالي كما كتشوفو غا دينا نضيفو عليه هاد الباصال هادا يعني هالطريقة سهلة كل شي كنديروه دفا واحدا ما كان شحروا ما كان قليو ما كان شي حاجة وكيجيو قلداد بشهادة اللي كلاو هم قاعوا اللي دقهم عندي يعني ره ما كتشبعوش منهم انا ركنديروهم الزمانيني كيجيو رائعين به هاد طريقة هاتي والتواب يلغا نضيفوهم دفعة واحدة لنسبة الناس اللي تيبغيو هكا القرفة ولا إلا بغيتو تضيفو لهم الزبيب اللي ممكن كدلك تضيفو لهم القرفة هادك طريقة اخرى اللي بتو ان شاء الله وطلبتوها منين تقاسمها معكم مالا شلا هادو كيجيو هكا قلداد بزاف غير بهاد العطرية هادي وكنضيفو هاد السيت هادي صافي دا بغن دي تنجرة دي اللي فوق النار باش نزيدها الماء كيما غتشوفو معايا بعد ما جبتها لفوق النار بغن زيدكم نصائق اخرى بالنسبة للماء يعني الماء كيما قلت لكم على التنجرة يعني مخصصكم شفوتو دوك دوك المساعمر اللي كيبانو عدنا في التنجرة باش ما تفيدش لكم هادي اول حاجة وهو الكرعين من الاحسن يتغطى بالماء ولكن انا ما عندي كيمية كتيرة غندي اللي غلقدر الكافي دي الماء غليان يعني نصيحة اخرى ديروا الماء غليان باش بسرعة اصغلي لكم تنجرة دي لكم انا را غدي نصد عليها وبنسبة للاربع اللي بغي يضيفو ولي ما بغاش انا بشي دابة غدي نضيفو في المرحلة دي الحمص هنضيفو واحد معلقة كبيرة دي للقصبورو من نوس هنزيدكم نصيحة اخرى بالنسبة لنار الكرعين ما كيبغيش النار بجهدة يلي درتوا له النار بجهدة غدي يكز غدي ما يطيبش ليكم وغدي تحتاجوا كل مرة ضيفو الماء انا ما غنضيفش الماء نهائيا هاد الكيميالي درس هي اللي غدي يطيب بهالكرعين ما غنضيفش نهائيا وخنضيف الحمص ما غنضيفش الماء الكرعين سر باش كي يجي طيب حز بدا يعني بلا ما تحتاجوا ضيفو الاعدام ديال طمار الاخميرة ديال الحلوة لاتشي حاجة كتديرو نار مهيلة طيب وهو معلم هالورا كي يجيو معلكين ما تشبعوش منهم دابا غنضيف الملحة لاناني نسيتها غنضيف شوية الملحة الملحة كنضيفها بيد ديال الملحة كتبقى على حسب الضوق ديالكم صافي غنضيفها الكيميالي ديال الملحة وغادي نصد على تنجرة ديالي ولكن في اللول كتكون نار مجهدة غير كتصفر تنجرة ديالكم كتنقصوا النار الاقصى درجة ماشي بحل شمعه ولكن غير كتنقصوا لها بزاف باشي طيب علم هال دياله يعني كتعطيه واحد ساعة ونص ساعات كتضيفو الحمص سير الاخر ديال الحمص بالنسبة للناس اللي كيضيفوه من البديا ارا كيد قدق وكيولي لكم يعني متختخ وسط الكرعين لا الحمص خليه وتتبقى غين الساعة باش تحيدو الكرعين ديالكم دوز ساعة ونص اللولة على نار مهيلة ومبعد ان شاء الله غنضيفو الحمص وغادي نضيفو دك شوي ديال الاربايدة دبغان ستتنجرة كيما كتشوفو معايا انا كنعود الشرح بالنسبة للمبتدئات فاش غا تشدو التنجرة مزيين النار في طلول كيس بكون مجهده غير كتصفر سفارة كتنقصوا كنتمنى هاد الشرح هذا يكون واضح ومبسط والحمص كي مشتور انا غنخليه من بعد وانتلقى معاكم دابا كيما كتشوفو معايا يعني بعد ما سديت على تنجرة ديالي ديالس واحد ساعة ونص لاحضو الماء بقاف الماكن ديالو راي على نار مهيله الماء ما كي يعني ما ما كيتنشفش مكتنشفش تنجرة ورانا ما زيتش لما نهائي العكس البصلة زيت القتلية الماء لانا في كل نار مهيله كتشتلق البصلة الماء اه اودابا غادي نضيف كيما شو معايا قصو ره طاب غنضيف تابا الحمص الحمص تاوي عندي طيب إلا ما كانش الحمص طيب يعني غير تدس عخص كومت لحو الحمص أنا عندي طيب دابا غاديد نلوح الحمص ديالي غاديد نحاول نحركو ونوزعو هاكا وغاديد نضيف كذلك إلا بسو تضيفه في هدى المرحلة داك شوية القصبرو مع النوس ممكن وإنو بسو تضيفه حتى تسدو شوية الحمص وعادة ممكن تضيفه الحمص راها بسرعة عخصو يبقى مجموع وطيف نفس الوقت باش يعني تجيكم نهرق ما ديالكم جيدة حتى في المندر صافي دابا نضيف داك الربيع دابا مع الحمص باش نسدو على تنجرة ودوز نساعة إن شاء الله وغاديد نتلقاو الحمص ديالكم وكل شي طاب يعني وكادش المرقم علي للكا ورائعة صافي كيما شو معايا دابا أنا مني ندفصها دلمع القضية قصبرو مع النوس كيما لاحطوا ما غاديش نحرك قبيلا رغي ورسكم هادوك اللي باش تعرفوا أنه طاب مخصوش بقايت تحرك من تحتو من الأسفل يعني الكورييني لتحرك تيتدقدك وتيتحيد من العدم كيما كتشوفوا معايا هو الكوريين ديالي يعني ما شاء الله يعني ولا معللك رائع المرقم ممكن أنا سنفضل إليك نسوها كما زال ما تحطوش يعني تخليوا هكالمرقم باش ما ينشفش لكم لأن الحمص يقدر يشرب لكم ديك المريقة خلي واحد شوية تبقوا تقدموه عادي باش نشفوه لأنه كتجي معللك وكتجي رائع وردوا لبال النار ما تكونش مجهد حتى فش باوي تسخنوه باش ما يتحركش لكم نهائيا را كي يجي بنين والحمص كي يجي طيب تهوز بدا كي ما تشوفوا معي وكي بقى مجموع يعني ما كي يدكتكش الحمص لاحظو كنتمنى تجربوا هالطريقة هذي بالفعل راها رائعة ولديدة لديدة بزف صافي دبا كمشو معايا غني نخلي غي واحد شوية يتشرب دابا ونقدمو لكم بسحتكم وراحتكم كنتمنى هالطبق إلى الإعجاب ديالكم صافي دبا خليت تنجر ديالي تزيد تشرب لي واحد شوية لاني بغن قدمو دابا ونحطوه في الصحن ديال تقديم فاش باو تحطوه يعني تقدمو كذلك هزوب شي معلقة كبيرة باش ما تقدقوش لكورعين ديالكم دبا بغن دوز نقدمو لكم ودابا بعد ما حطت الكورعين ديالي هنا في هاد الصحن هذا ديال تقديم كنتمنى بالفعل انه هنا الإعجاب ديالكم وانا كم تجربوا كي يجي معلك لديد بزاف متش بيعوش منو غير جربو هوردو عليها وهناك يكون الفيديو ديالنسى لو كنتمنى تطبقين الإعجاب ديالكم وتجربوه وكنشكركم بسبسبة المشاهدة ما تنسونيش بلايك والبرداج وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وشكرا على المتابعة